معكم مع آية وحديث نبوي انتقده الملحدون طويلا حيث قالوا ما هو تأثير الرضاعة على الإنسان حتى يأتي القرآن بأحكام جديدة غير موجودة في السابق ولا تتطابق مع العلم الحديث ليحرم الإسلام زواج الإخوة من الرضاعة والنبي عليه الصلاة والسلام ادعى الملحدون أنه أخطأ علميا عندما قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يعني أم أرضعت طفل غير طفلها يصبح حكمه الشرعي مثل ابنها وأبناؤها يصبحون إخوة لهذا الولد الغريب الذي أرضعته هذه الأم وبالتالي أيها الأحبة الانتقادات كثيرة طبعا لهذا الحكم الشرعي سبحان الله تذكرت أن أحدا من هؤلاء الملحدين تحداني ذات يوم أن نثبت صدق ما جاء في هذا القرآن العظيم ولكن العلم الحقيقة وظل يجهل حقائق وأسرار حليب الأم لبن الأم لسنوات طويلة حتى جاء عام 2007 عندما اكتشف العلماء وجود خلايا جذعية أو خلايا جنينية أو ما يسمى ستم سيلز خلايا جذعية موجودة في حليب الأم ولكن أيضا لم يتعرف العلماء على أسرار هذه الخلايا ما هو تأثيرها على هذا الرضيع الغريب ما الذي يفعله حليب الأم بهذا الطفل الذي رضع من هذه الأم وهو غير ابنها هو غريب ما هي العلاقة التي تصبح بينه وبينها وما علاقة ذلك بأبنائها أي إخوته من الرضع الحقيقة التفسير أيها الأحبة جاء على لسان الدكتورة فوتيني كاكولاس وهي باحثة مهتمة جدا بمعرفة سر هذه الخلايا الجذعية أو الجنينية طبعا كمعلومة يعني على السرارة الخلايا الجنينية أو الجذعية أو ستم سيلز هذه الخلايا لها قدرة غريبة على النمو تتحول إلى خلايا مثلا قلب يمكن أن تتحول إلى خلية عصبية وتتكاثر يمكن أن تتحول إلى خلية عظام خلية كبد لذلك سميت خلايا جنينية أي يعني تساهم في بناء الجنين كله طبعا تقول هذه الدكتورة في بحث طبعا هي من جامعة غرب أستراليا والبحث الغريب الذي قامت به كان عام الفين وخمسة عشر اكتشفت أن حليب الأم ليس مجرد غذاء إنما هو أكثر من ذلك وأبعد من ذلك بكثير فهذه الخلايا الجنينية التي يحملها حليب الأم والتي تنتقل إلى هذا الطفل في كل خلية من هذه الخلايا الجنينية وهي بالمليارات تتدفق مع حليب الأم كل خلية تحوي الشفرة الوراثية للأم الخصائص الوراثية للأم موجودة في خلايا جسدها تنتقل إلى الرضيع عبر اللبن أو الحليب من خلال هذه الخلايا الجنينية هذا أولا إذن الأم لا ترضع مجرد غذاء لهذا الطفل الغريب إنما هذه الأم تعطيه شفرتها الوراثية عبر مليارات الخلايا التي تضخها مع هذا اللبن الذي يرضعه هذا الطفل طبعا هذه الخلايا الجنينية أيها الأحبة كما تقول الدكتورة كاكولاس تبقى مع هذا الطفل طيلة عمره حتى يموت تبقى في لماذا؟ لأنها تتحول بعد أن تنتقل إلى الجهاز الهضمي تتحول هذه الخلايا إلى خلايا عصبية في الدماغ يصبح دماغك جزءا من دماغ هذه الأم التي أرضعتك تتحول إلى خلايا عظام يصبح هيكلك العظم مرتبطا بالتي أرضعتك تتحول إلى خلايا جلد مثلا وخلايا لبناء مختلف أجهزة الجسم فعندما يرضى هذا الطفل تنتقل هذه الخلايا عبر الدورة الدموية وتساهم في نمو وتشكل الكبد البنكرياس، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، العظام إلى آخره وتصبح خلايا فعالة في تكوين يعني مورثات أو الشيفرة الوراثية لهذا الطفل وبالتالي الأم أو المرأة التي ترضع هذا الطفل لا ترضعه مجرد غذاء إنما تدخل عبر هذا اللبن ينتقل أو تنتقل الشيفرتها الوراثية كاملة إلى هذا الطفل الصغير الذي ينمي هذه الخلايا إلى أعضاء جسده ويصبح وكأنه ابنا لهذه الأم نحن نتكلم علميا أيها الأحبة طبعا تقول هذه الدكتورة إن الخلايا الجنينية لا تذهب بل تبقى مع الطفل مدى الحياة ليتشكل لدينا نظام مناعة له علاقة بنظام مناعة الأم الأمراض التي يصاب بها هذا الطفل أيضا ستتأثر تبعا لهذا الحليب الذي انتقل لجوف هذا الطفل وفيه مليارات الخلايا الجذائية مع العلم أن كل حليب أو كل لبن له خصائص تختلف عن المرأة الأخرى يعني كل مرأة سبحان الله لدينا اليوم أكثر من سبع مليارات إنسان على وجه الأرض إذا لدينا مليارات الأمهات وكل أم وكل إنسانة كل إمرأة ركب الله لها حليبا خاصا بها يختلف عن أي حليب مثل بصبة الأصبع لأن كل إنسان له شفرة وراثية تختلف عن الآخر لا يوجد شفرة يعني إنسانين لهما ذات الشفرة الوراثية لابد من وجود اختلافات طبعا أيها الأحبة يعني أنا لدي بحث هنا ولو أن الصورة معكوسة ولكن فقط للتوثيق العلمي سأقرأ لكم even to brain نعم حتى للدماغ يقولون نعم breast milk stem cells يعني الخلايا الجذعية الموجودة فيها الحليب المرضع do transfer تؤكد بشدة تنتقل do transfer يعني تنتقل بشكل مؤكد إلى أعضاء هذا الرضيع بما فيها الدماغ تركيب الدماغ سوف يختلف تبعا للشفرة الوراثية لهذه الأم سبحان الله طبعا أيها الأحبة هذه الدكتورة وجدت أن حليب الأم يحوي جسيمات صغيرة جدا اسمها micro RNA جسيمات صغيرة جدا ونعرف أن DNA والRNA هما يعني الذين فيهما الشفرة الوراثية التي يحملها الإنسان هذه الجسيمات الصغيرة جدا الميكرو RNA موجودة بكميات كبيرة في حليب الأم ولها خصائص فريدة تختلف من إمرأة لأخرى سبحان الله وبالتالي هذه الجسيمات الصغيرة عندما تنتقل لجسد الطفل لها قدرة على التحكم في آلاف الجينات التي يحملها هذا الطفل ليست مجرد مادة غذائية تناولها وانتهى الأمر لا هناك تغيرات وراثية من خلال هذه الجسيمات التي تنتقل بل وتتحكم وتغير في تركيب الشفرة الوراثية لهذا الطفل طبعا أيها الأحبة هذه صورة البحث العلي الذي نتحدث عنه فقط للتوثيق هناك بحث أيها الأحبة نشر مؤخرا في مجلة نيتشار طبعا بالنسبة لهم أو لمن يدعي الإلحاد مجلة نيتشار كأنك تقول له كما نقول نحن المسلمون رواه البخاري وثق جدا لذلك لن يستطيع أحد أن ينكر هذا الكلام الذي سنقوله الآن يقولون بالحرف الواحد أن الطفل الذي يرضع من امرأة أخرى لا يتغذى فقط على حليبها بل إنه يكتسب كل الصفات الوراثية للمرأة المرضعة سبحان الله هذه معلومات أيها الأحبة حديثة جدا لم لا يمكن لبشر أن يتنبأ بها في زمن النبي صلى الله الزمن الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أيها الأحبة هذه المجلة تطرح تساؤلا أيضا ما هي النتائج الأخلاقية لإرضاع هذه المرأة لطفل غريب عنها هناك نتائج يجب أن تترتب نتائج أخلاقية على ذلك يعني ليس مجرد تغذية أو عملية إرضاع بل هناك نتائج أخلاقية ونتائج وراثية يعني ينادي العلماء بضرورة أن ماذا أن تراعى أو يجب أخذ احتياطات لأن هذا الطفل الذي رضع كمية من حليب الأم الغريبة أو المرأة الغريبة عنه حدث التغيرات تتناسب مع التغيرات أو مع الشفرة الوراثية التي تتميز بها الأم وأبناء هذه الأم يعني مثلا نفرض هذه الأم أرضع الطفلة وأرضع الطفل الغريب هذا الطفل الغريب تشكل لديه نظام مناعي قريب من الطفلة التي رضعت نفس التغيرات خدثت على ابنة هذه المرأة وهذه التغيرات خدثت على هذا الطفل الغريب أصبح هناك عوامل وراثية يمكن أن تؤدي لأمراض خطيرة إذا تزوج منها لأننا نعلم أيها الأحبة أن الطب يحذر من زواج الإخوة بالنسب ويتساءلون اليوم أنه ينبغي أن تراعى نواحي أخلاقية مثل الزواج في حال عملية إرضاع شخص من امرأة ومراعاة أن هذا الطفل أصبح كأنه ابن لها وأصبح هذا الطفل كأنه أخا لأبنائها وبناتها سبحان الله ويقولون ما هو الحل لأن زواج المحارم له مخاطر طبية كبيرة كما تعلمون يعني إذا تزوج أخ من أخته هناك احتمال كبير لأن يعني ينتج مواليد مشوهة وأمراض وراثية وأمور خطيرة جدا لذلك من الناحية الطبية هذا الأمر خطأ طبيا سبحان الله الحل الذي يبحثون عنه في الغرب قرآننا أوجده قبل 1400 سنة عندما قال تبارك وتعالى عن الأصناف التي يحرم على الإنسان الزواج بها قال تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع إذن المرأة التي أرضعتك أصبح لديك نظام مناعي شبيه بنظامها وبالتالي هناك مخاطر إذا تزوجت بها أو بإحدى بناتها لذلك من الناحية الطبية الأفضل أن لا يتزوج أن يبتعد ويتزوج من امرأة لم يرضع منها أو ليست أختا له بالرضاعة أو أم له بالرضاعة هذا طبيا أيها الأحبة وإذا سألنا علماء الطب اليوم أيهما أفضل سيقول لك من الأفضل أن يبتعد عن زواج الإخوة من الرضاعة طبيا نتحدث النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة قال قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هو يفسر هذه الآية التي قال الله فيها وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع من الرضاعة ترجمة نانسي قنقر